وعرضت أيضا ما كان يتحدث به فوز آل سيف رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي تم عرضه في الحلقة الماضية ماذا يعني أن واحد ثلاثين سنة نقلنا عن الآخن في ليلة مضى ثلاثين سنة يقول أن الإدام ما لحرارة الخبز هذا أي منطق عنده يجي يسوي هذا يصبر ثلاثين سنة على هذا سيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه كما نقل عنه بعض أبنائه يقول احنا في أيام شباب والدي السيد الحكيم أكلنا المعتاد هكذا الظهر باقي له الليل مية الباقي له ذاته وهذا مو يوم ولا يومين هذا هو الشيء التقليدي المعتاد إنه فيه كل زين هذا يعيش كل حياته بهذه الطريقة لماذا ثلاثين سنة وأربعين سنة وخمسين سنة هذا علشان يدخل في تحالف منه شي صبر على هذا الأمر أمثال هؤلاء إنما يصبرهم على مثل هذه الحياة الصعبة إيمانهم بأن هذا المنهج الذي جاهد من أجله الأنبياء والأئمة المعصومون يستحق هذا العناء ويستحق هذا الصبر ويستحق هذا الكذا هذا جزء من برنامج التثويل والتجهيل هذا هو الضحك على ذقون الشيعة بتمامه معنى الكلمة البرنامج هذا طبق على أجدادنا طبق على آبائنا وطبق علينا وأنا كنت جزءا من هذا البرنامج أيضا حينما أمجد بهؤلاء العلماء الذين يمجدهم فوز آل سيف هو لا يقول هذا بسوء نية هو يتصور أنه في مقام الدفاع عن الدين في مواجهة الضلال الذي يطرح مثلا في قناة القمر جاءوا به إلى لندن على هذا الأساس وكان الموضوع عن المرجعية مصداق واضح من برنامج التثويل والتجهيل الديني في هذا المقطع في الفيديو الذي عرضته بين أيديكم تحدث فوز آل سيف عن حالتين سأختار حالة واحدة من الحالتين لأن الوقت لا يكفي أن أحدثكم عن تفاصيل الحالتين الحالة الأولى أشار إلى الآخند الآخند هو كاظم الخراساني صاحب كتاب الكفاية إنه كتاب كفاية الأصول من الكتب الأصولية المختصة بأصول الفقه بأصول الاستنباط للأحكام الشرعية والتي تعد من أهم كتب الدراسة في الحوزة الطوسية في النجف وكربل وكذا في سائر الحوزات الشيعية في البلدان الأخرى الآخند الخراساني كاظم الخراساني توفي سنة 1329 للهجرة إذا أردت أن أدخل في تفاصيل القول عن هذه الشخصية وماذا عبثت ماذا عبثت على المستوى السياسي وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى الاستنباطي في كتابه الكفاية فإنني سأحتاج إلى عدة حلقات يكفي يكفي أنه شغل شيعة العراق بقضية سياسية لا علاقة لها بالدين خلافات سياسية في إيران في قضية المشروطة وعدم المشروطة فأدخل الشيعة في النجف وغير النجف في دوامة من الصراع فيما بينه وبين كاظم اليزدي كاظم اليزدي كان كان يدافع عن الحكومة الإيرانية آنذاك وهذا يخالفها فنشأ الصراع المرير بين الكاظمين المعروف في تأريخ حوزة النجف بصراع الكاظمين فهذا كاظم اليزدي وهذا كاظم الخراساني كاظم اليزدي عمامته سوداء وكاظم الخراساني عمامته بيضاء وهذا جر الويلات حتى على الإيراني فضل الله النوري من علماء إيران وكان في النجف أساسا وانتقل إلى إيران أعدم بسبب فتاوى كاظم الخراساني وله حكاية مفصلة وقد تحدثت عنها في برامج سابقة مع أنه كان من أنصار كاظم الخراساني لكنه حينما ذهب إلى إيران واطلع على الحقيقة الرجل سحب نفسه من ذلك الجو السياسي الذي افتعله كاظم الخراساني وفي الليلة التي أراد أن يذهب فيها إلى إيران توفي هناك من يقول بأنه مات مسموما وهذا موضوع بحاجة إلى تفصيل من القول هناك الكثير من القرائن التي تشير إلى أنهم سمموه من الذين سمموه أتباع كاظم اليزدي هم الذين سمموه رجال السياسة في إيران هناك أكثر من احتمال وفعلا مات في صبيحة اليوم الذي أراد أن يذهب إلى إيران حكاية مفصلة الرجل عبث بالشيعة في أيام حياته ولا زال كتابه الكفاية يعبث بدين الشيعة كتاب لا علاقة له بدين العترة الطاهرة كتاب يدمر عقل الإنسان لكنهم يعتبرونه كتابا مقدسا في النجف ينتشر هذا الاسم في العوائل الشيعية اسم كفاية خصوصا في الأجيال المتقدمة من أين جاء هذا الاسم من هذا الكتاب يتبركون بعنوان كتاب الكفاية الذي هو قذارة ناصبية وزبالة وسخة لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة لا شأن لي بهذه القذارة وبحوزة النجف وجيفتها وخرائها خراؤهم له هنيئا مريئا لهم بخرائهم لا أريد أن أتحدث بالتفصيل عن كاظم الخراساني لكنني سأقف عند الحالة الثانية والتي طول في الحديث عنها محسن الحكيم هو هكذا يقول من أن بعض أبنائه يقول كنا نأكل الظهر الباقي الله ونحتفظ بماء الباقي الله التي طبخت بهذا الماء نحتفظ بهذا الماء كي نتعش به ومن أن هذا الأمر استمر زمانا طويل ويتساءل فوزي آل سيف يقول زين هذا يعيش كل حياته بهذه الطريقة لماذا ثلاثين سنة وأربعين سنة وخمسين سنة إلى أن يقول شي صبر على هذا الأمر هو يعطي جوابا من عنده يقول أمثال هؤلاء إنما يصبرهم على مثل هذه الحياة الصعبة إيمانهم بأن هذا المنهج الذي جاهد من أجله الأنبياء والأئمة المعصومون إلى آخر كلامه هذا هو التفسير والتبرير الذي يضعه من عند نفسه أولاً من قال بأن هذا الكلام صحيح من قال من الذي نقل الكلام هم هم حينما تحدث عن الآخند الخراساني قال من أن الآخند هو الذي يقول ماذا يعني أن 31 سنة نقلنا عن الآخند في ليلة مضت 30 سنة يقول أنا الإدام مالي حرارة الخبز الكلام نقله عن الآخند نفسه والكلام عن محسن الحكيم نقله عن أحد أبنائه هؤلاء نحن نسيء الظن بهم لا نحسن الظن بهم لماذا نصدقه كل القرائن تدفعنا إلى أن نسيء الظن بهم رواية التقليد التي وردت عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه والتي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف الرواية الطويلة الإمام تحدث فيها عن مراجع التقليد زمان الغيبة الطويلة لأن الإمام لم يتحدث عن أصحابه في زمان الحضور ولم يتحدث عن السفراء الخاصين في زمن الغيبة الأولى تحدث عن واقع شيعي لا يوجد فيه إمام ظاهر هناك مراجع للتقليد وهناك شيعة تقلده فهذا لا ينطبق لا على زمان الحضور ولا على زمان الغيبة الأولى إنها الغيبة الكبرى الإمام تحدث عن المجموعة الصالحة وقال من أن المجموعة الصالحة أفرادها قلائل هكذا قال الإمام في الرواية أنا أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري هذه الطبعة طبعة ذوي القربى الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئتين من رواية طويلة تبدأ في الصفحة الحادية والسبعين بعد المئتين ورقم الرواية هو الرقم الثالث والأربعون بعد المئة الإمام الصادق يقول فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوا مطيعا لأمر مولى فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم المجموعة الممدوحة المرضية عند أئمتنا أفرادها قلائل بعض وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم إذن الأكثر منهم ما حالهم هؤلاء الذين يقول عنهم إمامنا الصادق في الرواية نفسها وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وضعفاء الشيعة ضعفاء العقول ليس الحديث هنا عن ضعفاء الأبدان ما علاقة ضعف الأبدان بالدين والعقيدة ضعفاء العقول لماذا؟ لأن عقولهم قد دفنت تحت أكوام الخراء المرجعي الذي تكلس حتى صار صخرا إنه صخر من خراء مراجع النجف فهذا الوصف من أنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذا الوصف بحسب الرواية ينطبق على أكثر مراجع التقليد عند الشيعة كم ستكون نسبة هؤلاء إنهم الأكثر الأكثر أن النسبة تتجاوز الثمانين بالمئة أنا لا أطالب بهذه النسبة أرشدون إلى نسبة ثلاثين بالمئة ممن هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه لا توجد هذه النسبة مع أن الجميع على منهج واحد إذن أين هؤلاء السيئون الأكثرية السيئة أين جميعهم على منهج واحد فكيف نحسن أظن بهم أنا لا أريد أن أسيئ أظن بهم وفقا لما قال فلان وفلان ولكن الرواية واضحة وصريحة إنهم على منهج واحد فهل هؤلاء بأجمعهم صاروا من الفئة المرضية عند العترة الطاهرة إذن لماذا يفسق بعضهم بعضا إذن لماذا يتنافسون فيما بينهم تنافسا ليس شريفا إذن لماذا يصنع بعضهم المقالب للبعض الآخر لماذا ولماذا ولماذا لماذا قتل بعضهم بعضا ما هو التعريخ المرجعي مشحون بالقذارة من جميع أشكالها قبل قليل أشرت إلى النكاظم الخراسان سمموه هناك شك في كاظم اليزدي وأتباعه وهناك شك في السياسيين في إيران وكاظم اليزدي كان مؤيدا للسياسة في إيران والحكاية طويلة أنا لست بصدد إيراد الأمثلة والشواهد لقد تحدثت في مثل هذه الموضوعات في حلقات مفصلة في برامج السابقة يمكنكم أن تعودوا إليها للإطلاع على ما سفك من الدماء فيما بين المراجع الذين يقال لهم من أنهم نواب صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه لا شأن لنا بهذا الموضوع أعود أعود إلى ما جاء في رواية التقليد الإمام شرح لنا منهجهم قال إنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا بعض علومنا الصحيحة هو لم يتحدث بهذا عن المجموعة المرضية إنه يتحدث عن المجموعة التي هي أضر على الشيعة من شمر قاتل الحسين فشمر هو جندي في جيش يزيد والإمام الصادق يقول وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فشمر ابن ذي الجوش هو جندي في جيش يزيد فأكثر المراجع بحسب الرواية التي بين يدي هم أضر على الشيعة من شمر ابن ذي الجوش لعنة الله عليه هؤلاء أضر يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا يتوجهون بهذا البعض من علومنا الصحيحة إلى أن يقول الإمام ثم يضيفون إليه يضيفون إلى هذا القليل الذي تعلموه من علوم العترة الصحيحة ثم يضيفون إليه أضعافه أضعاف الأضعاف تعني في أقل عدد ثلاثة لأن الأضعاف جمع وأقل الجمع ثلاثة ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه وأضعاف أضعافه أيضا أقل الجمع ثلاثة أضعاف الأضعاف تسعة مع ثلاثة الناتج إثنى عشر فإذا تعلموا من علوم أهل البيت عشر بالمئة أضافوا إليها من الأكاذيب مئة وعشرين بالمئة بالمئة فماذا يبقى من الذي تعلموه الإمام هو الذي يقول يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا إلى أن يقول ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها وهذا هو بالضبط المنهاج الطوسي الحوزوي في حوزة النجف وكرقل والجميع على هذا المنهاج إذن أين المجموعة المرضية لا وجود لها لأنه لا يوجد أحد يخالف هذا المنهاج وإذا قالوا هناك مرضيون إذن أين الفاسدون أين الذين هم أضر على الشيعة من شمر ابن ذي الجوشة أين هم وهم الأغلبية أين هم أرشدون إلى ثلاثين بالمئة منهم ولا بد أن يكون على منهج آخر لا يوجد إلا المنهج الطوسي فكيف نحسن الظن بهؤلاء فضلا عن التحاسد والتقاتل فيما بينه كاظم الخراساني دخل في حرب شعواء مع كاظم اليزدي وفسق بعضهم بعضا وقال ما قال بعضهم في البعض الآخر ما بين ما هو صدق وبين ما هو كذب وافتراء مثل ما دخل مراجع الشيعة في عراق مستمر على طول التأريخ أما محسن الحكيم فحكايته طويلة لقد اعتمد على القوادين واللوطيين وباعة الخمر في النجاف إنها العصابة التي كان يترأسها ولده محمد رضا ومن خلال هذه العصابة بنى مرجعيته محسن الحكيم هذه القضايا حقيقية لكن لا يتجرأ أحد أن يقولها كيف نحسن الظن بهؤلاء حتى نقبل ما يقولون من مديح لأنفسهم هذا الكلام ليس منطقيا على الأقل بالنسبة لي لأن الحديث هذا لم ينقله شخص بعيد عنهم لا علاقة له بهم هذا كاظم الخراساني هو يحدثنا عن نفسه فمثل ما كان يفتري على كاظم اليزدي ومثل ما كان كاظم اليزدي يفتري عليه كذابون مراجع كذابون سفل في السابق وفي وقتنا الحاضر ويطلب مننا أن نقدسه مثل ما كان محسن الحكيم والحكيميون يكذبون على أبو الحسن الإصفهاني وهم الذين أشاعوا من أن أبو الحسن الإصفهاني صار مجنونا هذه دعاية أن أبو الحسن الإصفهاني صار مجنونا في السنوات الأخيرة من عمره هذه خرجت من محسن الحكيم ومن الحكيميين والذين يعرفون تأريخ النجاة يعرفون هذه الحقيقة أنا لا أريد أن أحدثكم عن تفاصيل التأريخ محسن الحكيم بقي في صراع مرير مع الخوئ إلى أن مات وصار الخوئ مرجع برغم آناف الحكيميين لماذا لأن الحكومة الإيرانية لما وجدت أن الحكومة البعثية تريد الخوئ أدعنت وإلا فإن الحكومة الإيرانية كانت تريد المرجعية ليوسف الحكيم لكن البعثيين دخلوا على الخط الحكاية في كواليسها الكثير من الكلام إذن لماذا نصدقه هؤلاء كذابون كذابون لماذا نصدقه هذا أولا وثانيا بغض النظر عن هذه المقدمة هم هم كاظم الخراسان محسن الحكيم سائر المراجع يتعاملون مع أصحاب الأئمة مع رواة الحديث إذا ما وردت رواية عن راو تشتمل تلك الرواية على مديح لنفس الراوي لا يقبلون ذلك المديح وهذه من قواعدهم الرجالية يقولون هذا مديح نقله الراوي عن نفسه بنفسه فلا نقبل هذا المديح لماذا هذه القواعد تجري على رواة حديث أهل البيت لكن حينما يتحدث هؤلاء الكذابون عن أنفسهم نقبل كلامهم لماذا نحن نتعامل معهم بنفس القواعد التي يتعاملون بها مع رواة حديث أهل البيت ما هم هكذا يفعلون الخوء هكذا يفعل محمد باقر الصدر هكذا يفعل السيستاني هكذا يفعل البقية الباقية كلهم يفعلون هكذا حينما ينقل راون من رواة الحديث حديثا يجتمل على متحه على متحه الصادر من قبل الإمام المعصوم يرفضون ذلك المدح ولا يرتبون عليه أثرا ويقولون من أن هذا المدح نقله هو عن نفسه بنفسه لماذا إذن نقبل مديحهم وما يحدثون نا به عن زهدهم أو عن كراماتهم لماذا نقبل هذا الهراء وهم هم يرفضون أحاديث أهل البيت ويرفضون ما ورد فيها من مديح للروات أنفسهم نعاملهم بنفس الميزان ونقيسهم بنفس المقياس إنصاف هذا أو أنه ليس بإنصاف ماذا تقولون أنتم نذهب إلى فاصل فوزي آل سيف يريد أن يثبت شهادة ويقوم بتصديقها وهو بذلك يضحك على الشيعة من حيث لا يشعر أنا أقول لفوزي يا فوزي الوائلي الخطيب الأول في النجف عنده شهادة عن محسن الحكيم والحكيميين وكذلك وكذلك عبدالحسين أبو شبع إنه شاعر المنبر الحسيني الأول في النجف عنده شهادة عن محسن الحكيم والحكيميين وشهادة الوائل قادحة وشهادة عبدالحسين أبو شبع قادحة وهؤلاء أتحدث عن الوائل وعن أبو شبع هؤلاء هم أبناء النجف وعايشوا المرجعية الحكيمية عن قرب وما أدليا به من شهادتيهما كان ذلك في حياتي محسن الحكيم وفي زمان متقارب سأقرأ شيئا من شهادة الوائل في قصيدته شباتش العباس وكذلك سأقرأ شيئا من قصيدة عبدالحسين أبو شبع لا أجد وقتا كافيا كي أقرأ كل ما جاء في القصيدتين بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهاتين القصيدتين وقد شرحت وبينت ما جاء من المطالب والوقائع في هذه القصائط قد يقول قائل من أن هناك أيضا من مدح محسن الحكيم إذن عندنا مدح وقد بحسب القواعد الرجالية التي يعملون بها في تقييم رواة حديث أهل البيت إذا ما ورد قدح ومدح في راوية حديث من رواة حديث أهل البيت يقدمون القدح على المدح احتياط نحن كذلك نفعل بنفس القاعدة التي يفعلون بها من ين ما تجون نجيكم من ين يجدكم هاي الطرقاء يا مراجع النجف جنتم متونسين ومرتاحين من ين يجدكم هذه قناة القمر فإذا تقولون هناك مادحون بجنب هؤلاء القادحين نقول بأنكم يا مراجع النجف تقدمون القدح على المد على سبيل المثال سيستانيكم يقدم ابن الغضائر مع أنه لم يرى كتابه ولكن لأن ابن الغضائر مزق رواة الحديث تمزيقا يقدم كلامه وقوله وهو لم يرى الكتاب ولم يرى عالم شيعي هذا الكتاب إنما نقلت أقوال لا يعلم هل هي مأخوذة من كتاب أم هي أقوال مزورة مصطنعة إذ لم يرى أحد هذا المصدر ولكنه مع ذلك فإن السيستاني الذي يبحث عن أي شيء لتضعيف أحاديث أهل البيت يعمل بهذه القاعدة التي صنعها لنفسه يقدم أقوال ابن الغضائر على غيره من الرجاليين الذين ما هم برجاليين ولكنه هكذا اتفق كذب مراجع الشيعة على أن النجاشية رجالي وأن كتابه في الرجال وما هو في الرجال أكاذيب في أكاذيب هكذا نشأ المذهب الطوسي النجس فهم يقدمون القدحة على المد نحن كذلك بنفس القاعدة نعمل نقدم القدحة على المد ماذا يقول الوائل في قصيدته شباش العباس والتي أنفق محسن الحكيم والحكيميون أموالا كثيرة لتضيعها وضيعوها لكنهم قطعا لا يتمكنون من إعدامها وإنما ضيعوها من بين أيدي الناس أما إذا كان نابش يبحث في كل مكان مثلي فإنه سيقع عليها هكذا يقول يتحدث عن محسن الحكيم وعن الحكيميين ما ظل جيب ما باقوه ما ظل كتر ما نهبه إنه محسن الحكيم والحكيميون من عشيرته من أبنائه من أصهاره من أبناء عمومته ما ظل جيب ما باقوه ما ظل كتر ما نهبه حتى الصبخ الصبخ الأرض سبخة حتى الصبخ نيتهم لو ينطي زرع كربوه ما ظل جيب ما باقوه ما ظل كتر ما نهبه حتى الصبخ نيتهم لو ينطي زرع كربوه كربوه يعني حرثوه والمارضخ الاخسارة الذي يعرف خبثهم وحقارتهم ولصوصيتهم والمارضخ الاخسارة سموه ملحد سبوه واللي اعلى الحياة الذي يصير يلحقا من المطرشة يا برهوم برهوم هذا هو إبراهيم اليزدي حفيد كاظم اليزدي وهو صهر محسن الحكي اللص اللص الكبير مثل ما هو مرتضى الكشميري الآن جواد الشهرستاني الآن في مرجعية السيستاني هؤلاء أصهار السيستاني هذا هو صهر محسن الحكيم يا برهوم يا برهوم إبراهيم يا برهوم يا برهوم لف 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 ما طول تشف الحائج تسدي الحائج هو الحائق محسن الحكيم الذي يقوم بعمل الحياة تسدي يقوم بعملية نزج الخيوط وظفرها ما يقال له السدى وكذلك اللحمة يا برهوم يا برهوم لف ما طول تشف الحائج تسدي من قبلك بنسوقيا جدك كاظم اليزدي هذا لص من كبار لصوص المراجع إنه كاظم اليزدي صاحب الكرامات إنه ذلك السيد المقدس الحرام من الدرجة الأولى حرام يا ولصوص وهتلية وهذا هو صاحب الفتوى في قضية تفخيذ الرضيعة هو هذا والذي ركض وراءه سائر مراجع الشيعة هو هذا السيد المقدس صاحب الكرامة الحرام يا برهوم يا برهوم لف ما طول شف الحايت تسدي من قبلك بنسوقيا في الكوفة جدك كاظم اليزدي شنه الأخرة والدين كل هذا عقل هندي اللي اللي قال مطي من الشيعة الحمير المحترمين المقدرين الموقرين اللي قال مطي يركب ليش التعب والممشي يا من النهب فكيت بسم الدين مية باب يا من النهب فكيت بسم الدين مية باب خاف الله ترى موجود وباشر آخرة وحساب يدعى عليك ظلع الكوخ ودمع الأرملة السجاب وارغيف في اليتيم البات حاير بيش يتعش ثم يخاطب آل الحكيم عموما أكلوا 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 يا ضباع الزور هذه الحيوانات الوسخة الضباع التي تنتظر الأسد بعد أن يأكل ما يأكل من فريسته فتأتي هذه الضباع كي تأكل من فضلات فريسة الأسد أكلوا 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 يا ضباع الزور ما طول السبع يفرس السبع هو محسن الحكيم هو الذي يفترس له أكلوا 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 يا ضباع الزور ما طول السبع يفرس قبل لا يقعد النايم على أساس الشيعي النايم سوف يستيقل وراح يسوينا العمائل ما هو مطي جد كان مطي عاش مطي ومات مطي وأبو كان مطي وهم مات مطي أو هو مطي ومرط مطي وابن مطي حتى لا يقع شير يدي يصير يعني يبقى مطي أكلوا أكلوا يا ضباع الزور ما طول السبع يفرس قبل لا يقعد النايم والمضروب بنجي يحس وتردون للشمعة لجدهم الذي كان يشعل الشموع في الحضرة العلوية ويعيش على صدقات المعدان الذين يأتون من البصرة والعمارة والناصرية والسماوة يعيش على صدقاتهم وتردون للشمعة ويرد العلق للمفلس يعود الطبطباء الهيس طبطباء جدهم هو الذي كان في النجف يعود الطبطباء الهيس الهيس يعني الأحمق الأثول يعود الطبطباء الهيس بباب الصحن يتمشه ثم يخاطب محمد علي الحكيم وهو صهر محسن الحكيم الثاني صهر الأول إبراهيم هذا صهره الثاني هذا هذا يكون والدا للمرجع محمد سعيد الحكيم لأن محمد سعيد الحكيم المرجع الذي توفي في هذه السنوات يكون الزوحان النعمة مو جديدة عليك من الأول شنة مرزة وخان يوم الجان حسرة عليك طبيخ الماش والسيلان وسا بالعقايق طيح عقايق جمعوا اللي عقيقة ذبائح وسا بالعقايق طيح ولفلف كل وقت للش ودرزين وتبجح يا صندوق يا دمام يعني أنا كفارغ لا قيمة لك ودرزين وتبجح يا صندوق يا دمام سبحان الذي سواك بعد ذلك خر العلام ودرزين وتبجح يا صندوق يا دمام سبحان الذي سوا بعد ذلك خر العلام لو ما كان بخميس بخميس كنية الأسد يعني الحكيم يعني محسن الحكيم لو ما كان بخميس للساعة دو حمام دو حمام يعني النور التي يزال بها الشعر شعر الداخلي للجسم لأنه كان عطارا يبيع هذه المواد لو ما كان بخميس للساعة دو حمام اتبيعوا قرقر وحنة وسن مك وتتن غرشة غرشة يعني النرقيلة الأرقيلة ثم يعود إلى هادي الحكيم الذي كان وكيلا لمحسن الحكيم في بغداد وكان رابطا فيما بينه وبين الحكومة في بغداد يقول له الوائلي القصيدة كتبت سنة 1966 يقول له هوادي هوادي إنه هادي الحكيم هوادي هوادي يعجيه للهوش تصغير لكلمة عجل هوادي هوادي يعجيه للهوش اتربع وحتي واستحتي صدق عالم ولك ساير وانت أمس قندرشي وانت أمس قندرشي ابن حواش بالمنصور أرقى حي في بغداد في السابق في السابق والآن أيضا ابن حواش بالمنصور وكل غصبا على فتشي وخلي هالحكي كله يعيش البيض بعشه القصيدة في مطلعها يا بعد الروح يا العباس شباشك طلع بالشيء لقد سرقوا الناس تحت عنوان التبرع لشباك العباس لتجديد شباك العباس سرقوا الناس بهذه الطريقة بالضبط مثل ما فعل مرتضى القزويني وفعل غيره ومثل ما يفعل عبد المهد الكربلاء في العتبة الحسينية وأحمد الصافي في العتبة العباسية وهكذا وأكذا الأمر هو وهو يا بعد الروح يا العباس شباشك طلع بالشيء بالشيء يعني فتنة مستديمة يا بعد الروح يا العباس شباشك طلع بالشيء إنه مشكلة كبيرة بعضهم فاكيد شكا وبعضهم حاطي حرشة إلى آخر القصيدة هودي 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 يا عجيال الهوش اتربع وحشي واستحشي صدقاً يا عجيال الهوش وحشي قندرشي ابن حواش بالمنصور بالمنصور بالجادرية بالكرادة ابن حواش بالمنصور وكل غصباً على فتشي إلى بقية التفاصيل هذه شهادة من أحمد الوائلي قطعاً أقدمها على شهادتك يا فوزي هذا الوائلي هذا سيدكم وأستاذكم وهذه القصيدة نظمت سنة 1966 وهي حقيقية بتمام مضامينها لذا أنفق الكثير من الأموال لتضييعها وفعلوا ما فعلوا لإرضاء الوائلي أرضوا الوائلي وتحسنت العلاقة فيما بين الوائلي ومحسن الحكيم بأي طريقة أرضوا هذا أمر له تفصيل أرضوا الوائلي لأجل أن يبعد القصيدة هذه عن الناس لكن القصيدة موجودة وأني أقرأها وقرأتها هذه شهادة حقيقية من أحمد الوائلي أما أنت تتحدث الآن في لندن بهراء من القول قاله أحد أبناء محسن الحكيم نحن لا نصدق كلامه بعسب القواعد التي يتعاملون بها مع رواة حديث العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل رجاء أعرض لنا صورة الوائلي هذا هو الوائلي صاحب القصيدة وهو الشاهد الأول أما الشاهد الثاني فهو عبد الحسين أبو شبع الوائلي هو الخطيب الأول في النجف وعبد الحسين أبو شبع هو الشاعر الحسيني الأول في النجف أيضا هؤلاء هم أبناء النجف وهؤلاء هم أهل المنبر الحسيني في النجف رجاء أعرض لنا صورة عبد الحسين أبو شبع هذا هو عبد الحسين أبو شبع سأقرأ بعضا من قصيدته وهي مشهورة مشهورة جدا في الوسط النجف بين الشعراء بين المؤرخين في النجف هذه القضية معروفة مشهورة يا آية الله شلون آية أو تعتز بحديد أو بعباية حديد هذا حديد وعباية عباية هؤلاء مجموعة من اللوطيين والقوادين وباعة الخمر حديد عباية تعرفون هذا من أسمائهم من بلطجية النجف حديد عباية مانينة هادي كرماشة أبو قيس الشرطي أحسين عجمي هذا من كربلاء رضى حسناب إلى آخر قائمة الأسماء من الفائزين بجائزة نوبل هؤلاء هم الذين أسست مرجعية الحكيم على أكتافهم بهؤلاء أخاف بقية أصحاب أصحاب العمائم الذين كانوا مرشحين للمرجعية أو كانوا يطمعون فيها أدبهم بهؤلاء وكانوا يضربون أصحاب العمائم أمام الناس حتى في السوق من كبار السن يا آية الله شلون آية أو تعتز بحديت أو بعباية تدري بحديت ولا ما تدري سافل وسرسري لواط كفري يشرب خمر في ليلة القدري ويسب الأيمة والنباية تدري لو ما تدري يا محسن الحكيم يا آية الله شلون آية أو تعتز بحديت أو بعباية تدري بحديت ولا ما تدري سافل وسرسري لواط كفري يشرب خمر في ليلة القدري ويسب الأيمة والنباية يا آية الله شلون آية وعباية إلى شهرة شبيرة هو المعروف عباية ولكن بسبب القراءة الشعرية لا بد أن يقرأ هكذا وعباية إلى شهرة شبيرة عارو خزي ولا بيت صحغيرة خنيث مخنث وتنبش الدودة بحتيرة بحتيرة يعني في في أسته يعني في 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 فتحة في مؤخرته وعباية إلى شهرة شبيرة عارو خزي ولا بيت صحغيرة خنيث تنبش الدودة بحتيرة ويشتري مشتر دهن الصباية إنه يتأنث يتخنث يتزين بما تتزين به صبايا ويشتري مشتر دهن الصباية يا آية الله شلون آية يقول له مشيت القلم على الخيط والبيط وبين الشعب سويت الخرابيط واللحية سلمتها للزعاطيط زعاطيط هؤلاء من القوادين واللوطيين وباعة الخامر مشيت القلم على الخيط والبيط وبين الشعب سويت الخرابيط واللحية سلمتها للزعاطيط ويع ريض سويت الرواية شخص سمعته سيئة يا آية الله شلون آية القصيدة طويلة سأختصرها أقرأ بعض عبياتها يقول له صدق إنسان ولا ثور مربوط يخاطب محسن الحكيم هذا شعره ما هو بشعري صدق إنسان ولا ثور مربوط خليت الشعب بالشعب مخبوط أولادك تقص وتفصل القوت البدلات الراقية بل كتفك عينك عينك على المجموع ثلثين الشعب ميت من الجوع وانت مغط راسك بالعباية يا آية الله شلون آية هذا اليوم هو ذلك الأمس وذلك الأمس هو هذا اليوم وكما يقولون وما أشبه هذه الليلة بليلة البارحة إلى أن يقول له عبد الحسين أبو شبع خريت لها اللحية الجائفة خريت على لحية محسن الحكيم هو الذي يقول لست أنا خريت لها اللحية الجائفة خريت مطسواك الاستعمار وارضيت ما تقل لي على يا مبدأ افتيت صارت فتوتك بس للمطاية تلاحظون أن كلمة المطي والمطاية موجودة في الشهادتين شنو الآخرة والدين كل هذا عقل هندي اللي يلقاله مطي يركب ليش التعب والممشى إنهم أتباع المراجع ما تقل لي على يا مبدأ افتيت صارت فتوتك بس للمطاية يا آية الله شلون آية إلى أن يقول له أريد أحتي بقلم وياك معووج هذا حق يبن طرقة البابوج البابوج نوع من أنواع النعلان التركية الرخيصة أريد أحتي بقلم وياك معووج هذا حق يبن طرقة البابوج تضرب برتقال ولحم فرووج ولف مسلم يعيش على الإقداية يا آية الله شلون آية إلى أن يقول بحسب ما هو يقول هذا بيت القصيد في القصيدة إليك يوم الجهل شاهد ومشهود أريد أذكر لك من يامك السود أغا ليكن تنسى حج عبود يوم الطموس وسط لدواية يا آية الله شلون آية يا آية الله شلون آية هذه شهادة الشاعر الأول للمنبر الحسيني في النجف وهذه القصيدة نظمت في الستينات أيضا في الوقت الذي نظمت فيه قصيدة الوائلي هناك مادحون نحن نأخذ بالقادحين بحسب ما يفعل مراجع النجف حينما يقدمون القدح على المدح بحسب القواعد الرجالية القذرة التي عندهم حينما يتعاملون مع رواة حديث أهل البيت إننا نتعامل معهم بإنصاف مثلما يتعاملون مع رواة حديث أهل البيت رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي فيها صور فوز السيف والوائلي وأبو شبع هؤلاء هم الذين تحدثوا عن محسن الحكيم أنا أسأل المشاهدين بقول من ستأخذون بقول فوزي أم بقول الوائلي وأبو شبع فوزي لم يكن آنذاك في النجاف فوزي ينقل عن أولادي محسن الحكيم ماذا تتوقعون أن يقولوا هل يقولوا ذمًا إنهم يتحدثون بالذي يكون في صالحهم فلماذا نصدقه هذه شهادة الوائلي وهذه شهادة أبو شبع وأنتم حكموا عقولكم الأمر راجع إليكم رجاء أعيدوا فيديو فوز آل سيف وأتمنى على المشاهدين أن يقارنوا أن يقارنوا بين هذه الشهادات التي هي شهادات حقيقية وبين ما يتحدث به فوز آل سيف وأمثاله في خدمة برنامج التثويل والتجهيل الإبليسي ماذا يعني أن واحد ثلاثين سنة نقلنا عن الآخند في ليلة مضى ثلاثين سنة يقول أن الإدام ما لحرارة الخبز هذا أي منطق عنده يجي يسوي هذا يصبر ثلاثين سنة على هذا سيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه كما نقل عنه بعض أبنائه يقول إحنا في أيام شباب والدي السيد الحكيم أكل أكلنا المعتاد هكذا الظهر باقلة الليل مية الباقلة وهذا مو يوم ولا يومين هذا هو الشيء التقليدي المعتاد إنه فيه زين هذا يعيش كل حياته بهذه الطريقة لماذا ثلاثين سنة وأربعين سنة وخمسين سنة هذا علشان يدخل في تحالف شي صبر على هذا الأمر أمثال هؤلاء إنما يصبرهم على مثل هذه الحياة الصعبة إيمانهم بأن هذا المنهج الذي جاهد من أجله الأنبياء والأئمة المعصومون يستحق هذا العناء ويستحق هذا الصبر ويستحق هذا الكذا أقرأ عليكم رواية من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول إمامنا السجاد وهو يحدثنا عن أصناف رجال الدين إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته سمته مظهره لا أريد أن أطيل في تفسير الكلمات وهذه الرواية قرأتها وشرحتها مراراً في برامج إذا رأيتم الرجل منطقهم ويتخاضعون في حركاتهم الأمر ليس خاصاً بهم لكن إذا أردتم أن تبحثوا بسرعة عن نماذج من هذه الأوصاف إنها تتوفر في الوسط الشرازي بشكل واضح وتوجد في الجهات الأخرى أيضاً إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه ظاهر ملبسه الهدوء الذي يبدو عليه ليونة كلامه وحديثه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته كأنه يظهر الخشوع والتخشع أو أنه يظهر التواضع أمام الناس فإذا كان في الصلاة أو في الزيارة مثلاً يظهر الخشوع والتخشع على جسده أما قلبه فارغ من ذلك وحينما يسلم على الناس يظهر التواضع وهو ذئب في داخله ذئب وكلب ابن كلب هذا الأمر يفعله أبناء المراجع فإن ابن المرجع يتواضع أمام الناس ولكنه في داخله ذئب مستدئب إنه كلب ابن كلب ابن مرجع فأبوه أبوه أيضاً كلب ابن كلب إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فارويداً رويداً لسصيرون مطاياه فارويداً لا يغرنكم لنظلون مطاياه فارويداً لا يغرنكم فما أكثر كثيرون من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف بنيته ومهانته وجبن قلبه فنصب الدين فخاً لها فخاً للدنيا فهو لا يزال يختل الناس يختلهم يخادعهم من المخاتلة المخادعة فهو لا يزال يختل الناس بظاهره فإن تمكن من حرام من اقتعمه والله لقد رأينا من هؤلاء الكثير الكثير الحوزات في النجفي وكربلا وقوم وإصفان ومجد وفي لاهور وفي كل مكان وفي لبنان وفي الخليج في القطيف في الإحساء في الكويت في كل مكان أكثر العمائم من العمائم الصغيرة من هذا اللون من هذا الصنف إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويدا رويدا لا يغرنك فما أكثر كثيرون كثيرون من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف بنيته ومهانته وجبن قلبه فنصب الدين فخا لها فهو لا يزال يختل الناس بظاهره فإن تمكن من حرام اقتحمه فإذا وجدتموه يعفوا من المال الحرام فرويدا لا يغرنكم فإن شهوات الخلق مختلفة فما أكثر كثيرونهم من ينبو من ينبو يترفع من ينبو عن المال الحرام وإن كثر ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما شهوته شهوة الكلاب شهوة الخنازير كأولئك الذين يفخذون الرضيعة فإذا وجدتموه يعف من المال الحرام فرويدا لتبقون مطاعه لتصيرون مطاعه فرويدا لا يغرنكم فإن شهوات الخلق مختلفة فما أكثر كثيرون كثيرون من ينبو عن المال الحرام وإن كثر ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا رويدا لا يغرنكم حتى تنظروا حتى تنظروا ما عقدة عقله ما هي الأولويات التي يفكر بها ما هو الأساس المنطقي الذي يبني حياته الفكرية والعملية عليه فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقدة عقله فما أكثر كثيرون كثيرون تلاحظون أن الإمام يكرر هذه الصيغة فما أكثر هناك كثيرون من يترك ذلك أجمع يترك الشهوات الظاهرة الواضحة ثم لا يرجع إلى عقل متين فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله وكثيرون من هؤلاء الذين يدعون الزعامة في الوسط الشيعي من هذا النوع أتحدث عن أصحاب العمائم إمامنا السجاد يتحدث عن علماء الدين هنا لا يتحدث عن السياسيين فإذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا مع هواه يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها الإمام يتحدث عن الرئاسات الدينية عن المرجعية وإلا فإن حكام السياسة في الدنيا لا يتحدثون عن الزهد ولا عن الدين ولا عن أي شيء يقارب هذه المعاني فإن في الناس فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا هذا إذا صدقوا في كلامه إذا صدقوا في كلامه هناك من كانت حياته قاسية منهم ومن كان زاهدا في حياته وحتى بعد أن يصل إلى المرجعية لكنه ليس زاهدا حقيقيا لو كان زاهدا حقيقيا لتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه نحن نشاهدهم لا يحسنون قراءة صلاتهم فإن هذه الحكمة التي تتفجر من قلوبهم على ألسنتهم وهم لا يحسنون قراءة صلاتهم فإن الزهد هذا زهد دنيوي إنه آلة عمل عدة شغل عدة شغل فيظهرون الزهد إكلاب أولاد كلب سرسرية هكذا ضعكوا علينا فوز آل سيف يقول شي صبرهم هذا اللي يصبرهم عندهم أهداف والشيطان يدعمهم والناس تمدحهم ناس مطاية ناس مطاية مطاية بتمام معنى الكلمة فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة الرواية مفصلة جدا وطويلة يمكنكم أن تعود إلى برامج التي تحدثت فيها عن تفاصيل هذه الرواية وقت الحلقة يجري سريعا وعندي بعض المطالب لا بد أن أشير إليها فهذا هو الجواب الجواب واضح وصريح من إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة وإلا لماذا اعتمد محسن الحكيم على اللوطيين والقوادين وباعة الخامر والبلطجيين والسفلة من جميع أنواعهم في تشييد أركان مرجعيته هذه هي الحقيقة من الآخر وقرأت ما قرأت عليكم من شهادة الوائل ومن شهادة عبد الحسين أبو شبع أنا أثق بشهادة هذين الشاهدين أنتم أحرار لا تريدون أن تثقوا بشهادة هذين الشاهدين وتريدون أن تقبلوا كلام فوز آل سيف وأمثاله أنتم أحرار عقولكم عندكم وهذه المعلومات والمعطيات لكن تذكروا أن فوز آل سيف يعتمد على كلام من عندي نفس هؤلاء الذين يشهد له وهو لا علاقة له بتلك الفترة ولم يكن في النجف وهؤلاء هم أبناء النجف الوائلي وعبد الحسين أبو شبع وبالمناسبة كلام الوائلي هذا يؤيده الكثيرون في النجف وكلام عبد الحسين أبو شبع يؤيده الكثيرون الكثيرون في النجف وهذه حقائق وعليها وثائق وقد شرحت وبيّنت كل ذلك فيما سلف من برامجي نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر